بعث قدسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد فضلا عن ترجمتها إلى 12 لغة لتهنئة جموع الأقباط في مصر وبلاد المهجر بعيد الميلاد يتي ذلك فيما يترأس البابا توادروس صلوات قدس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من أباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وبمشاركة عدد محدود من المواطنين بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا كما يحضر الصلاة عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والمحافظين